تسهيلاً على المواطنين وسرعة الإنجاز سيتم غداً فتاح ستة مراكز جديدة لتسليم الجوازات الإلكترونية وذكرت وزارة الداخلية في بيان اللهان المراكز ستضاف إلى المراكز الموجودة بالفعل ليصبح عدد المراكز 12 مركزاً في كافة محافظات البلاد وستعمل على فترتين من الثامن صباحاً وحتى الثانية ظهراً ومن الرابع عصراً وحتى التاسع مساء وتتوزع المراكز الجديدة في مدرسة الجزائر الثانوية للبنات بمنطقة الشامية بمحافظة العاصمة وفي محافظة حولي بأرض المعارض صالة رقم ثمانية أما محافظة الفروانية ففي مدرسة عامر بن أبي ربيعة بمنطقة أشبيلية وفي محافظة الجهراء بروضة الغصون بمدينة سعد العبدالله وفي محافظة الأحمد في مدرسة بلاط الشهداء بمنطقة فهد الأحمد أما محافظة مبارك الكبير فسيتم توزيع الجوازات الجديدة في مدرسة الملسعود الصغير بمنطقة العدنة